عايزين نعرف كده في البداية إحنا إيه الخريطة الصناعية بتاعتنا؟ إحنا بنقول إحنا عايزين إيه دلوقتي؟ طيب الأول في البداية نرجع للكلام للدولة في الأولى الأخيرة تحديدا في أربعة سبعة وحكومة جديدة ونائب أول لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية إذن ده مؤشر جيد جدا أن هناك اهتمام شديد غير مسبوك على مستوى الناحية الإدارية والتنفيذية فيما يتعلق بالملف الاقتصادي وحركة هامة جدا في إعادة الهيكلة للتعامل مع الاستثمار والتجارة الخارجية والتعامل مع الصناع والنقل والتعامل مع التخطيط والتعاون الدولي هذه الحركة الإدارية لها مردود يتعامل ويتعاطى مع التحديات الاقتصادية الموجودة حول العالم والتحديات الاقتصادية الداخلية أحد أهم هذه التحديات هو القطاع الأكثر استيعاباً لكسيف العمالة وأكثر سرعة في قطر الاقتصاد والعودة إلى إعادة الهيكلة الاقتصادية عبر الاقتصاد الإنتاجي والمتمثل في الصناع والزرعة فشمل التغيير الوزاري والتغيير الوزاري الأخير نائباً أول لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية ويكتر النقل والصناع وأيضاً وزيراً شاباً جديداً للزراع ده معناه أنه الدولة بتنتهج خريطة استراتيجية تطبيقية فعلية للاستراتيجية الوطنية للصناع هذه الاستراتيجية لابد أن تحمل الاتفاع من 17% مشاركة الصناعة في نتج المحل الإجمالي إلى ما يقرب من 25% من مشاركة الصناعة في نتج المحل الإجمالي هذا يستهدف أن يوفر 8 مليون فرصة عمل حتى عام 2030 الخريطة الصناعية المصرية الآن لابد أن نركز فيها على بعض الأمور الهامة تتعلق بتعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة المحلية عملية إيجاد منتج مصري إلى الأسواق المصرية وتوفير منتج مصري قابل للمنافسة في الأسواق الخارجية وتحديدا الأسواق البكر وأسواق القرار الأفريقية وهذه الصناعة من أجل التصدير من هنا بدأنا نرى أن اجتماعات المكسفة أجراها دولة رئيس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي مع المصنعين سواء من السوق المحلي أو من المستثمر الأجنبي القادم من أجل الصناعة بدأنا نرى زيارات ميدانية مكسفة وهذه هي طبيعة العمل الوزاري الجديد الذي نشهده وتشهده مصر الآن العمل الميداني ما بين يومين في الأسبوع إلى ثلاث أيام نجد السادة الوزراء موجودين